السابي الأولاني لماذا يبغض العالم المسيح لأن المسيح يشهد على أعمال العالم الشغيرة السابي رقم اثنين يقول لنا الكتاب أن الرب يسوع قال في يحنى 17 وعدد 16 كلم عن نفسه وقال أنا مش من العالم كلم عن المؤمن قال ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم يعني مش من العالم مصدره مش من العالم مملكته زي ما قال لي بلاطس مملكة ليست من هذا العالم يعني مش العالم اللي بيختاره وبيحطله المبادئ ولأن المسيح ليس من هذا العالم لا يوافق على شره ورياءه وفساده ونجاسته وأعماله فالعالم يبغضه رقم ثلاثة ليه الناس بتحب المسيح اللي عمل كل ما هو للخير لهذا العالم الكتاب يقول صراحة في رسالة يحنى الأولى أصحاح 2 وعدد 18 يوها الأولاد هي الساعة الأخيرة وقد سمعتم أن ضد المسيح يأتي في حاجة اسمها أنتي كرايست روح ضد المسيح وقد صار الآن أضاد للمسيح كثيرون أنا باستغرب ليه الناس بتبغض المسيح اللي بيشفي اللي بيخلص اللي بيفدي اللي بيدي حياة أبدية حاجة لأنها هناك روح روح شرير طبعا يسود على الناس البعيد عن الله هذا الروح هو ضد المسيح هذا الروح يقود الناس بعيد عن المسيح قال عنه الرب يسوع الصارق لا يأتي إلا ليصرق ويذبح ويهلك أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم روح ضد المسيح ساب الأخير واكتفي بيه رب يسوع المسيح قال لنا في يوحنى 3 قال لنا كده أن النور جاء إلى العالم رب يسوع المسيح وإيه اللي حصل أحب الناس أحب الناس الظلمة أكثر من النور ليه الناس بتحب الظلمة أكثر من النور قال لأن أعمالهم كانت شريرة وبعدين الرب يسوع يقول عبارة في منتهى الأهمية أخ نظار يقول لنا كده لأن الذي يفعل السيئات يبغض النور أنا بعمل حاجة غلط فمش عايز أجي للنور عشان ما تكشافش أنا عايش في الزنا في النجاسة في الفساد في البعد عن ربنا مش عايز المسيح ونور المسيح لا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله عشان كده بشجع كل واحد النهاردة سيب الظلمة تعال إلى المسيح المخلص النور الحقيقي الذي ينير قلبك وحياتك قال المسيح من يتبعني فلا يمشي في الظلمة اشتركوا في القناة